كرمت جامعة مصر العلوم والتكنولوجيا هذا الأسبوع برنامج حقائق وأسرار خلال الاحتفال بتخريق دفعة جديدة من خرية كلية التربية الخاصة بحضور الدكتور نهالد المحبوب رئيس جامعة مصر العلوم والتكنولوجيا والدكتور شريف شهين عميد كلية التربية الخاصة بالجامعة وشرفت بحضور هذا التكريم كل التحية والتقدير لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس الجامعة والعميد والعمداء والأساتذة والطلاب ورئيس مجلس الأمناء السيد خالد الطوخ أعلنت وزارة الداخلية مد فعليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية السيد رئيس الجمهورية اعتبارا من الأول من أغسطس ولمدة شهر انطلاقا من حرص الوزارة على تخفيف الأعباء من على كاهل المواطنين استمرارا لما تحققه مبادرة كلنا واحد من نجاحات في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين تواصل وزارة الداخلية فعليات المرحلة السادسة والعشرين من المبادرة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثلتها بالأسواق وبجودة عالية ونظر للإقبال الكبير من المواطنين على فعليات مبادرة لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم فقد قررت وزارة الداخلية مد فعليات المرحلة السادسة والعشرين من المبادرة اعتبارا من الأول من أغسطس ولمدة شهر أنا جيت النهاردة لقيت أن المبادرة عاملة تخفضات بتوصل لـ 30 و50% يأخذي حاجة بساعدنا جدا عن أننا نشتري كذا منتج مش منتج معين أو منتجات معينة لأ خالص السيل على كذا منتج إحنا بنشكر سيادة الرئيس على مبادرة كلنا واحد أتمنى أنها تستمر لأنها فعالة ومفزية لكثير من الناس طبعا المبادرة بتوفر لنا حاجات كتيرة جدا جدا رز ومكارونة وزيت وسامنة وكل حاجة والحم وكل حاجة وعشان كده بنقدر اللي احنا نوفر كمان منها فيه تخفضات كبيرة جدا على الرز وعلى زيت على الأدوات المكتبية على الأدوات المدرسية على الأدوات المنزلية حاجة كويسة من الدولة وحاجة كويسة من سادة الرئيس وإحنا بنتمنى الحاجات دي تستمر في كل الأماكن نحب طبعا أشكر الرئيس على المبادرة دي وعلى أسعار المميزة اللي بتاعدنا أن نحن نعيش حيشة أحسن هذه المرحلة من المبادرة تتميز بمشاركة واسعة من الشركات والأسواق والسلاسل التجارية الكبرى والموردين وتجار الجملة والتجزئة بما يضمن الوفرة في المعروض من كافة أنواع السلع في 2254 منفذا بمختلف محافظات الجمهورية بتخفضات تصل إلى 40% وسط إشادة كبيرة من المواطنين بهذه المبادرة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية من وقتها مبادرة كلنا واحد بدأت وكل الأسعار متاحة بأسعار أقل من أسعار البرة والمنتجات اللي موجودة فيها موجودة بأسعار كويسة تناسب كل الناس المبادرة بقت معنا في كل مكان وموجودة في جميع أنحاء الجمهورية وموفرة السلع كويسة جداً في متناول الجميع نحب نشكر سيدات الرئيس أنه هو دايماً بيدعمنا في أن كل السلع تكون متوفرة للمواطن بأرخص أسعار وأنه دايماً تكون موجودة مبادرة كلنا واحد نفعانا في كل حاجة في بيتنا يعني كومين، رز، سكر، حتى كنت بجيب بالنبس لابني في المدارس كتب، طراريس، شنط أي مكان بننزل فيه بنلاقي المبادرة موجودة، طبعاً نحن بنشكر سيدات الرئيس أنه هو موفر لنا كل استلعب بالأسعار رخيصة جداً بحب أشكر سيد رئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية على المجودة اللي هم عابلينه وأتمنى المبادرة تبدأ المستمرة وبالتزامن مع المبادرة واصلت منظومة أمان توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاً على مستوى الجمهورية مؤضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت كما توفر منظومة أمان عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة بتخفيضات تصل إلى 50% عن مسيلاتها بالأسواق أنا بشكر سيدات الرئيس على المبادرة الحلوة دي اللي عمينا ببرصعيد أنا بشكر وزارة الداخلية وبشكر الرئيس وبشكر كل واحد يتعاون معنا عشان احنا كل البلد محتاجة تعاون يعني بشكر كل الناس اللي بتقدر تعمل حاجة وبتعملها استمرارية مبادرة كلنا واحد في سعيها المتواصل نحو دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم إنما يأتي من منطلق المسئولية الاجتماعية لوزارة الداخلية وحرصها على دعم المواطنين لتخفيف الأعباء عنهم دعم المتواصل تقدمه وزارة الداخلية للمواطنين من خلال مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي تستهدف إلى توفير كافة أنواع السلع الغزائية وغير الغزائية للمواطنين بأسعار مخفضة وهو ما يأتي في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على التخفيف عن كاهل المواطنين عبدالله بركات التلفزيون المصرية